انطلقت مباحثات اليوم الثاني من أعمال اللجنة العراقية السعودية ضمن المجلس التنسيقي بين البلدين المباحثات تأتي توصلا مع الاجتماعات السابقة بهدف تفعيل مذكرات التفاهم فضلا عن تعزيز ذلك في مشاريع جديدة في مجال الربط الثنائي للكهرباء وصناعة البترو كيميائيات واستثمار الغاز وغيرها هذا وعلن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي عن افتتاح معبر عرعر الحدودي مع السعودية بعد أسبوع من انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي المقرر الثلاثاء